دكتور إنتا قلت أن الضغوطات النفسية تلعب دور في التسبب بأمراض القلب هذا الشكل الألقوني اللي رسمناه منذ الطفولة للقلب رغم أنه الشكل الواقعي والحقيقي والتشريحي للقلب مختلف تماما قل لك قلبي فتح لا أو مثلا قلبي حب هذا البني آدم شلع قلبي كل هذه التسميات كل هذه التوصفات تتعلق بالقلب هل تمت علاقة وطيدة ما بين القلب والعاطفة وهل ممكن أن تتسبب العاطفة والضغوطات النفسية بأمراض والطرابات ومشاكل لاحقا في القلب لكما يقول لك متلازمة القلب المكسور أي هو عضلت القلب نفسه تتكون من العضلة والشرائين والصمامات نعم ما بيها شيء بس شنو التأثيرات اللي بالجسم الأخرى تأثر على القلب اللي هي الهرمونات تبدي تتغير أثناء الحالة النفسية الأعصاب هاي كلها الخفقان هاي كلها تؤدي إلى زيادة في حركة القلب وتأثر على الشرايين تصلب الشرايين تتعب عضلت القلب لما الإنسان يتعرض يعني واحد لما تجي مشكلة لا سامح الله لأي شخص رأسا يصير عنده خفقان يصير إفراز هرمونات قوية اللي تأثر على عضلت القلب بس أنا أريد أن أتكلم بصورة خاصة اليوم على موضوع الدبحة الصدرية وتصلب الشرايين والجلطة القلبية اللي هي هاي تنتشر بصورة كثيرة وقلنا السبب الرئيسي للوفاة وهذا اللي يخلط بينهم الناس يقول لك صابتوا سكتة قلبي وثاني يوم مثلا داوم في شغره تصور السكتة القلبية مختلفة عن الأزمة القلبية بكثير حتى في معدل النجاة أشرح لك هو السبب الرئيسي مثل ما كنا بداية أكو شرايين تاجية لتغذية عضلت القلب نعم ثلاث شرايين رئيسية لتغذية عضلت القلب نعم وهاي الشرايين للأسباب اللي ذكرناها سابقا مع تقدم العمور والأمراض اللي عندك يصير بيها ترسبات دهنية وكلسية تؤدي إلى تضيق الشرايين وقلة في تروية عضلت القلب وهاي يصير تدريجيا ما تجعله يعني على مراحل تدريجي تبدي 10% تضيق 20% قمسيو إلى أن توصل إلى مرحلة أكثر من 50% و60% يبدأ الإنسان يشكي من أعراض القلب نعم لحي يبدأ هاي أولا أو مرات يصير عندنا أمراض أخرى تصير أمراض بالدم تسوي تخطر فتؤدي إلى تجلط وانسيدات في الشرايين هاي حتى إذا ما في مرض بالشرائين نفسها التاجية تصير خطرة مفاجئة بالقلب نعم تسوي جلطة قلبية أو احتشاء عضلت القلب نعم فنيجي على المرض الرئيسي يقول لي هو الدبحة الصدرية اللي أكثر شي تبديه مع تضيق الشرايين ومرور الوقت تجي أولا عادة تجي الإنسان لما يكون يسوي جهد عضلي أو جهد نفسي يبدي يشتكي من هاي الأعراض اللي هي نحكي عنها باختصار تكون ألم شديد في وسط الصدر نعم أو حرقان يسموه هذه الأعراض الأولية الأولية هاي للدبحة الصدرية نعم إذا مر زي ما حكينا عنده يعني موجود عنده تصلب شرايين وعنده تضيق وعنده سكري وضغوط ودخان وسمنا مفرطين نعم مع تعرق وغثيان تصير نعم يرتاح الإنسان كم دقيقة تخف هاي الأعراض وتروح منه فهو الإنسان بهالحالة لازم يراجع الطبيب المقتصع وراجع المستشفى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر